بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا الأحداث الجارئة بتخلينا نقيم الحال اللي احنا فيها دي ونبص بأشكال كتيرة جدا جدا ونحلل تحليل بنستقرأ فيه سنن ربنا سبحانه وتعالى اللي وقودعها في الكون لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا في كل الأحداث وفي كل الأوقات بلل الإنسان وعلى نفسه بصير فتعالوا نستبصر ونحن بنبص على الأحداث دي في الأيام اللي احنا فيها دي ونحن بنشوف أيام مليئة بجرائم كتيرة جدا 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 تتعلق بالإنسانية وتتعلق بإبادة تشهر وتطهير عرقي وحالة من حالات التجويع والتعطيش للناس وحالة من حالات الإرهاب والإرعاب الممنهجة اللي فيها حد بيحاول بقدر الإمكان أنه هو يحاول أن يقضي على قضية لشعب بأكمله وده في الحقيقة نوع من أنواع الحروب حروب الإبادة اللي فيها نوع من أنواع القضاء على جنس وعرق لم يفعل أي شيء